يا سلام صح لسانك شاعرنا الجميل المتواجد معنا ورح ننطلق معاه في هذا العالم الأجمل مع الشاعر نواف الدحام الغليون مساكلة بالخير مساكلة بالخير يطال عملك أخوي راشد والله يمسيك أنت بالخير وإخواني كلهم جميع والله يعطيهم العافية من مصورين ومعدين ومخرجين الله يعافي وحياك الله وسعدين إحنا في لقاءنا معاك وأعتقد بأن هذا أول ظهور تلفزيوني لنواف نعم بالضبط هذا أول ظهور والساعة المباركة نظهر فيها معك يا أخوي راشد الساعتك أبرك الله يسلمك والساعدين يتواجدك ويانا الله يعافيك جدك رحمة الله علي يعني اليوم أنت شاب عندك احتياجاتك عندك أصدقائك اليوم تعرف جين غير عن جيلة اللي سبقنا يعني مو عن والدك مع جدك الجيلة وفكرة يختلف تماما وغلبهم الله يحفظهم يعني طيب طولة العمر الموجودين ورحمة الله من توفاه ما ينظر لنا أننا أنتوا جيلكم غير أنتوا جيلكم سيئ أغلبهم ينظرون كل جيل ينظر إلى الجيل اللي بعده أن نحن زماننا أفضل من زمانكم نعم فكيف توافقت معا فكريا كيف تجالست انتويا كيف عطاك هذه المعلومات رحمة الله عليه وعسى الله يسكن للجنة جدي عبدالله الدحام الغليون وكان لي والد ما كان جد بس والرفيق درب رحمة الله عليه كان ينزل لي هو هو يعطيني المعلومات من غير لا أسهل أحيانا وكان يعيني على حفظها وكان يوصيني دائم بحفظها وبحفظ العلوم والحفاظ على السمعة كنت انت وحيدة يعني ولا كان في مجموع من رفوك لا 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 كانوا عماني وابوي يعني العمي كلهم باروا على حسب الاصول جزاهم الله خير لا تقصروا فيه لا أن توفى الله لماذا خصك كنت للذات لا أعرف أنا من صغري ربيت فيه كنفة يعني وقعدت أجمع منها المعلومات وارتاح لي جدا لدرجة أن هناك أسرار كان يقولها لي ما يقولها لحد وليح الأسرار هذه عندك موجودة الأسرار هذه يعني عمانك ما يعرفونها ما يعرفونها ما نقدر نقولهم سر اليوم لا لا يمكن يصد موين أسر لما نحن داروا طيب أول حكاية رواها لك يعني واستغربت واستنكرت وطرحت الأسئلة تطرح عليه التساؤلات ولا تسمع وتسكت لا أسأل بس الأسئلة العادية تكون لأنها تكون سوال فهو واضحة يعني ما تحتاج إلى أسئلة وغيرها أو استفسار يعني من ضمن القضايا التي طرحها لك أو المواضيع اللي كانت في السابق موجودة وفيها إشكالية وضح لك الأمر وضح الأمر كان يوصي رحمة الله عليها باختيار عند الزواج نعم باختيار البنت اللي تسنع البيت البنت الأصيلة نعم بنت الرجال الأصيل يعني من أول كانوا ألبدوا لا بغوا فيهم واحد بيعرس كانوا يسألون حتى على الرحم بينهم بين أهل المرأة على هم بينهم تواصل أو فيهم قطوعية نفسهم اللي رايح ناسبهم نعم كانوا يدققون على نسائبهم بس أساسا يعني ما يأخذونه بس ما يأخذون بس الأصل وبس يسألون حتى على أطباع لممكن أن الولد يطرع على خواله نعم فكان يعد لي فيه سالفة يقول فيه رجال ما كان يجهي عيال ما يظني نعم فقرر أنه يعرس على خادبته وصيفته فأعرس ومارضوا جماعته وجلوه أنا العرب فقعد فترة طلع يبي يشتغل يدور رزقه بالديار بعيد قعد عشرين سنة خمس طعش سنة ما يعدون سنين من أول لكن مدهها بعيد نعم يوم رجع إلا عنده ثنين من العيال كلهم أكبر يوم جاء سلم على أمهاتهم وعليهم قال إفلان إحنا عند الولاد ضيعنا هذا ولد منه وهذا ولد منه ولا حنا عارفين هذا ولد الأولى ولا ولد الثاني وانت رح شوف لعيالك حل ما حنا عارفين هو الحين خلى وصيفته وراح يطلب رزقه نعم وفارجعوا وكان عنده زوجة أولى وكان عنده زوجة أولى وثين انقلب بوقت واحد نعم وثينتهم حملوا بوقت واحد أيوة فعند الولادة يعني أنتم كرامة نعم ما عرفوا يعني منه نعم ويد الثاني فقال أخذهم حق العارفة العارفة هو القاضي ولكن بمسمى البدو فجاءوا عنده القاضي قال يا فلان احنا ما حنا عارفين هذا ولده فلانا ولا ولده فلانا واحد منهم أمه بنت عمي والثاني خادمتي خذ الأول اللي هو ولد الخادمة بس ما حدي عارفين قال يا فلان شنو أكبر أثر تشوفه قال أشوفها ثلاثرنا أنها قعد ذلون قال زين وشنو أكبر ظل تشوفه أكبر ظل قال أشوفه القصر القصر أنه أكبر ظل قال عين خير واستريح هذا القاضي يقول حقي الأول فناده الثاني الثاني اللي هو ولد بنت عمه قال له يا فلان شنو تشوفه أكبر أثر قال أكبر أثر أثر السين قال و أكبر ظل قال أكبر ظل ظل العمام و ظل ربعي و أخواني قال أنت ولد الأصيلة و هذا ولد الخادمة فهذه من السؤال فالأولين اللي يلازم منهم يتأكدون من نسيبهم من النسل من الأصل من حتى الأطباع نعم كانوا يحرصون على هذا الشي هذا و كانوا يسولف لها و يحرص علي حتى يعدون ألبد يقولون لا تأخذ إلا بنت قومة حميدة عسى ولد منه يجيب الفوائد يجازه لحساني مثله و يجازه لأنه كدب النكايد و واحد يقول لا تأخذ بنت قرمون عند الأجواد ممدوح لجأ نهره كون بين ولدها فكانوا يثنون على هذه السؤال و انتعلم منهم نحن بالرغم من أن ما عشنا أيامهم يعني نحن حديثين ولاده ترى نعم صحيح ولكن رواياته تنتقل لكن هذا ما هو شيء بالمطلق يعني كثيرين يعني تلاقي رسة طيب و كذا و هذا لكن فعله نعم للأسف فعله ردي سيدنا بلال نعم ظن الله عليه كان حبش نعم ففي روايات ما يمكده يقولون سيدنا بلال كان إذا أذن ينطق الشين ينطق هسين يقول أسهد ما يقول أشهد نعم فكانوا يجون لنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله بلال ما قاعد يقول لذانا صحيح قاعد قال لهم عليه الصلاة والسلام قال لهم سين و بلال شين عند الله نعم يعني لا تستحقروا نعم صحيح و كثيرا هي الروايات في هذا القضية نرجع معك و مع شعرك و مع قصائدك و نشوف شين مجهز لنا ولكن بعد الفاصل فاصل مشاهدين لنعودها إن شاء الله أبقوا معنا نواف شنو أكثر شي يستهويك بالشعر يعني بأي خط تسلك أسلك بقصايد النصح النصح قصايد الأولين نعم قصايد النبط باللاجة الشعرية يعني هل تشوف لها انتشار اليوم لا ليش تسلك خط ما الانتشار الشي هذا أنا أحب نعم أنا أكتب الشعر لينا ما أكتبه لحد طيب و أنت اللي بيسمعه نعم كيف في النهاية أنت تبي انتشار وتبي الناس تسمع شعرك و الناس أذواق مختلفة نعم وتعاول أنت اليوم في مجال هذا الانتشار ترضي أغلب الأذواق المستحيل رضاء الناس كلها لكن كل ذوق لا حصته نعم لا حصته ولكن شيء إذا أنا مراضي عليه أنا ما عندي لما تجي حتى القصيد الغزل أو قصيد الفرقة نشوف الأولين القصيدة الأول نحن منين تعلمنا الشعر نعم من الأولين فنشوف قصيدهم أول غير غزلهم كان محترم و فرقاهم كان محترم أما اليوم لا الغزل غير محترم اليوم نشوف مو بس غير محترم اليوم الغزل غير محترم نوعا ما نوعا ما مو الكل أكيد ما نعمم لكن الغالب الغالب نعم وبعدين في تذب يعني والله يقول تغزل والله لنزلت الشمس والله ما أدري هذا خيالة هذا خيال أنا بصدق المشكلة مو فيه المشكلة فيها إيه إذا صدقت طيب شنو تختار لنا أبشر إن شاء الله ما أختار اللي يرضيك إن شاء الله الله يرضى لك الله يطول لأمرك أقول عزاه للي يذكر أيام عزواه بظهورهن لا لوحن بالعزاوي لا صرت ناوي ثالث الطيب تقواه بالشعر اللي نظم الأبياد قاوي واللردي جمعتها للطيب تسواه والروس عند الله ترى بتتساوي شوف النبي ما حق ربلا خواه من حيث تفهم بالعقل من تخاوه واللردي جمعتها للطيب تسواه والروس عند الله ترى بتتساوي شوف النبي ما حق ربلا خواه من حيث تفهم بالعقل من تخاوه أزبن على اللي مروا لأيام قهواه جمع النشاء محارزين القهواه وبعد عن اللي قدر الناس فرواه بعض البشوت الداني هو الفراه الله يداوي بدعه فاق ددواه والله ما يصاب عليها التداوي خلك ذهين تحشم الناس خطوه من شان ما تتسر عليك الخطاوي الذيب لو لغيرته بجرة تعواه تلقى معاه حتى الحصان يتعاوي ومن يشتكي دائم على الناس بالواح زادت عليهم صيفته والبلاء والرزق من رب المخاليك رجواه وما غير ربك يزبن رجاوي سبحان صح لسان صح الله بدنك صح الله بدنك في مواقف تستفزك في حياتك وتكتب وتنظم عليها قصيدة موقف مع الشخص كنت قاصد شخص فيه أمر تهيقى فيه أن يتسرف لحل هذا الموضوع فيه وصار العكس معك ونظمت عليه قصيدة انكسرت في موضوع معين كنت تهيقف الشخص هذا وحسب كلام الناس عنه ما كان معنا هذا فيه نعم فيه مواقف ولكن ما كان معنا شخصيا نعم كان فيه رجال عنده ديوان وكانوا يجوا والديوان يجيها الطيب ويجيها الرديب نعم فجاءه واحد كان يسب العالم ويسبه مرأة القبائل ويسب الشوخ ويسب الناس الكبار اللي الله جعل لهم جاه وجه وانا ما أنا محتاجه وما أنا ما ادروا شلون قالوا رجال الديواني ولد أما تفلح ولا أنك توكل على الله ترى يزي يوم تبي تحتاجهم لأن فيه أمور أخو راشد نعم تحل وديا بين القبائل صحيح ما يلجون للقضاء فيها صحيح ف مرت الأيام ويحتاج وقتل شخص فالشخص هذا اللي يسبه يلعن نعم فحكم عليها القضاء بديه والله يمكن مبلغ مبلغ كبير يكون 80 ألف على ما أظن أو أكثر فقعد يلجأ إلى أمور القبائل والشوخة وكلهم يطردون على أساس كلمته في يوم جاء حق قرأ عندي وانق له يفلان تراني ضكت قال تذكر يوم علمك وقل كتاب تحتاج لكن أنا أخليك تحل مشكلتك فأخذ آه ودى حق أمير من المرة القبائل وحل الموضوع نعم بواسطة وجهة من 80 ألف إلى 15 ألف دينار الزام الله يوم سمعت الموضوع أنا برغم أني ما لي أي يد في الموضوع ولا أعرفهم لكن سمعت عنه ممكن أي إنسان يتعرض مثل هذا المواقف لأنه يجب أن يتصب بالحلم نعم بالضبط فكتبت عليها قصيدة نعم كتبت عليها وكسبت منها معلومة أساسا نعم فقلت عمر السامي طويل قلت الحرج في بعض المحاف الهبال والصمت سمي للقلوب المعاطيش ذا وقتنا لله ما بعدال وقتنا عزى الطائشة والمطاريش والدردي تصبح موره سهالة والدى البخيلة اللي علومها بخاشيش ورعالها لا يضر ويدور بدالة والدرجال الشيخين المدغيش وان الشيوخ اللي تحب الشكان عزاه ينجو مسمى والمرهيش وان الرجال اللي تحب الجمال عزاه يشيخ نبه الناطح الجيش اسمع وصاته اللي يرقى في مجاله أزب ندرو والمرجلة وترك الطيش ودرب النميمة من صفات الجهالة ميل عنده وبرده واتباليش والفكر رزه عن علوم الرزالة لشاشة الأفكار بالرأس تشويش خليك جبل واللي تعب يرتكال لتصير في طبيعا كما نعمل صحة السلام صحة السلام صح الله بدينك الغزل الغزل لازم نسمع غزل تبشر فيها تبشر والجل حاضر منول الغزل ما كانوا يستشكون منه نعم والناس منول يا أخوي راشد قبل لأعدلك القصيدة كانت عندهم صفاء نية كانت عندهم حلم كان عندهم كل واحد يحب الخير للثاني اليوم بلاك يجيكم نقرب الناس لك نعم للأسف للأسف هذا طبعا ما نعم ولكن الأغلبية للحديد لا يبعض نعم وكثرت في الأون القلوب أول صافية ما حد يلحقه شك بالثاني الناس طيبة أما اليوم لا ما قاعد نشوف الشيء هذا قرض الأمير عبيدة بن رشيد يوم طلع من حايل كان معه خويه وحسين ومرته ورض حايل قيعانها صلبة ورضم فيها نعم يشوف خويه ويشوف مرته وهي ما هي لابس أحذاء الله يكرم فيكلم خويه قال له يقول له هرمني علم غازل عين يحسين واقطع لها من رد ثوبك ليانا وجنب حثاث القاع وتبع من اللين واكسر خطاك شوين ومشي مشيانا وانشلتها يحسين ترى ما بايشي حيث الخوي يحسين مثل الأمان ما يسيشك يا حسين كود الردي ولا ترى الطيب وسيعي بطانة نعم صحيح يوم جبت انت على الغازل انا بعد لك قصيدة تبشر يا بو تبشر اقول هاك القصيدة عقب القول بامين قلت لك حرفا يجم المكان وش حيل تلي يبتلي بالمحبين ويحتاج يوصلوا من حكيمة زخان يبغي بها يرتاح من الناس من تفين ويعيش مع قلبه بصفاء وليان والحب ما بحشي والناس داري من ايام بصري يرحم الله زمانه والحب ما بحشين والناس داري من ايام بصري يرحم الله زمانه وخذ قول شيخ من نسل قوم موافين أبو الرشيد اللي تسبيل المكان انشلتها يحسين ترى ما بايشي ترى خوي حسين مثل الأمانة لينت له قلبي على شانه لي وثري تبينه ويحب الخيان قلبه يرد الروح للرد للحين وقلبي أنا تصعب عليها صح والسان صح الله بدنك بالنسبة لهذه القصائد والمواقف اللي تحصل اليوم اليوم انت كشاعر يزعجك بعض الأمور اللي تحصل من بعض الشعراء اللي يذهب إلى أحد المجالس ويعد القصيدة قدام هذا الشخص والشخص يستحق أو لا يستحق هذا مو موضوعنا لكن وقوف الشاعر بحد ذاته وأنه يلقي هذه القصيدة ونشاهد الأغلب يا عند شخص يكون يملك مال وجاه أو ذو منصب بينما في ناس على قد حالها ولكن تستحق المدح ولا توفيها أي قصيدة هذه انتشرت عندنا الظاهرة وانتشرت بكثرة في الشيلات نعم يعني نشوف شيلات العراس والمناسبات وحفلات التخرج تلقى الشاعر يوصل المعزب يخليه نجم سهيل نعم الكريم الشجاع الفارس الضيغ مل إلى آخرة هو ما يسوى التالي من الغن نعم ففي مبالغة هذا الشيء هذا يزعجك أنت كشاعر وكشخصك لكن كشعراء نعم نعم يزعج يسيئلك كشعراء نعم إذا كان يستحق وانعرفه أن يستحق أمدع بس لا صار ردي لا والله ما بدحته أغلب الممدوحين من وجهة نظري شلون يعني اللي سمعت من بعض الأشخاص اللي صارت مواقف أمامك أو سمعت عنها أو شفتها في وسائل التواصل وتعرف الشخصين يعني تبي أذكر لك الأسلام لا أنا ما بأسماء يمدحون شخص وما يستحق المدح يواجد أنت شفت وسمعت نعم شفت وسمعت وناس من القرب طبعا وفي ناس أشكر يقول لك أنا بمدح الرجال بفلوس وهو أصلا ما يستحق المدح في بعض الشعراء يبرر هذا الأمر يقولك يا أخي أنا بنظم الشعر أبي فلوس ما عندي ما نعرف مشروع يبرر لنفسه لا غلط أصلا عيب شعريا وادبيا لأن هذه موهبة من رب العالمين وما هو بخيل إلا بخيل الشعر أما تسمعهما تحتبطي لنفسك أم لا أقصد بالدين نعم برب العالمين سبحانه سبحانه بالنبي على الصلاة والسلام أحين الشعر أبي شاعر يعطيني قصيدة عن النبي ما فيه نادر نعم قمنا نكتب عن أمور حياتنا على الغزل ما قمنا نكتب بل يستحق المدح نعم في كثير من الأمور فتجد أنه فيه إساءة للشعر نعم فيه نعم ما أجد بكثرة يا بورا صار معاك ردية بينك وبين أحد لا رديات ما فيه ولكن كان موقف أثر فيني جدا شاي برحمة الله عليه كنا طلعين المشوار فكنت مجودة وعثر برجلها شوي فيوم ركبت السيارة وشغلتها بيتوكل على الله قال أيبا قلت سم قال ياما رتبناها على خيل تلويح واليوم عود أن يرتبني بنات الله يرحب قلت شلون قال ألوح على ظهر الخيل واليوم الحراح يا أولدي فأثر فيني هلا وحزت بخاطر حزت بخاطر نعم كثير وبخاطر وهو أيضا الموقف أي أيضا لأنه شاف وين كان وين أصبح دورة الحياة نعم دورة الحياة ويتأثرون أكثر يا أبو نعم صحيح تأثرون لأنهم عاشوا الجيلين نعم فرقت ما فرقت معهم يعني الدنيا ناس يقولون والله الدنيا تغيرت الدنيا ليل ونهار ما عرفنا عنه شيء ثاني أما القلوب تغيرت للأسف فتأثرو أصبحوا كانوا مع ناس وأصبحوا مع ناس صحيح صحيح لازم عليك توجبه وتعنيله واللي أمام الناس يدمح خطاياك لازم عليك تسامح وتخطيله يسعود من بعض المخاليك حذراك وزن المراجل قدل أفعال كيله خلال بالي يعديك والخير يثواك واللي يزعل بالكيف تضربه نيله وين شافتك زينه غنى دير تهواك وين فرعت راسه بهالكون شيله نفداك يا ذرب اليمينات نفداك طابور رمش كحوح ما في حيلة هذا لسان السعود من جوردنياك ولا النصايح كل ابوها جميلة أحفظ نصايح عزويتك لك تعداك المرء دينه ما تعدى خليلا اختر خليلا ساعة الضيق خلاك خلاك سيزا لسيوفة صغيلة ومن قادبك للنص للخير دلاك بيمناك دلا لا تضيئ دليله سلام عليكم صحيح لسانك صحيح لسانك الشاعر الجميل واللي سعدنا جدا بلقاءنا معاه وأول ظهور تلفزيوني يكون عبره شاشة الرأي فنشكرك على تواجدك ويانا ونشكرك على هذه القصاد الجميلة وهذه الأفكار التي طرحتها وهذه المواضيع أتمنى لك كل التوفيق أبرك السعات يا أخوة راشد وأنا شكرك أنت وأشكركم جميع على جهودكم هذه وعلى دعوتكم الكريمة لنا ويضع الله وجيك ووجهك أبيض حياك شكرا للشاعر نواف الدحام الغليون مستمرين معاكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر